هذا وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الحالية في النيجر تفاق من عدام الأمن الغذائي في الدولة الفقيرة وحثت على إقرار إعفاءات إنسانية من العقوبات ومن قرار إغلاق الحدود لتجنب كارثة وذكرت المنظمة أنه حتى قبل الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تجاوز عدد النيجريين الذين يعانون من عدام الأمن الغذائي الحاد ثلاثة ملايين شخص وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن العقوبات وإغلاق الحدود بسبب الأزمة السياسية الراهنة يؤثر بشكل كبير على إمدادات الأغذية الحيوية والإمدادات الطبية إلى النيجر